توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي وتمكنت جهود الوزر خلال 24 ساعة من ضبط 736 قضية تموينية بمضبوطات بلغة 885 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 107 أطنان وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي تم ضبط 637 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السهر الرسمي تم ضبط 141 طن أما في مجال قضايا المخابزة فقد تم ضبط 918 قضية من بينها 258 قضية خبز ناقص للوزن و169 قضية خبز غير مطابق للمواصفات مجالة مجال تعالي حجب الش described المطابقة وعيض للمواصفات متأذين أمر سيطئ